السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع رح ننقل لكم أهم ما جاء بالإعلام الألماني بالساعات الأخيرة في زيارة لأولاف شولتس مسشار ألمانيا إلى دولة ليتوانيا تم سؤاله من قبل الصحفيين عن موقف ألمانيا ولماذا هناك تردد بدعم أوكرانيا عسكريا أولاف شولتس شعر بغضب كبير واندفع بكلامه وقال لا يوجد دولة بالعالم ساعدة أوكرانيا عسكريا أو اقتصاديا أكثر من ألمانيا سوى الولايات المتحدة الأمريكية ونحن فعلنا الكثير وأكثر من كل الدول الأخرى بمساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح والمعدات الطبية وسوف نفعل كل شيء ضروري لصد الحرب أو لصد العدوان الروسي وقال شولتس أيضا أن الجيش الألماني سيكون أكبر جيش أوروبي نتيجة التخصيصات المالية ونتيجة الاهتمام الكبير والتغيير الكبير اللي حصل بسياسة ألمانيا تجاه الجيش وسيتم انفاق الكثير عليه وفي حالة وقوع هجوم على أي دولة من دول حلف الناتو سوف يدافع جيش ألمانيا عن كل سنتيمتر من أراضي الناتو وقال أن ألمانيا مستعدة لتكثيف مشاركتها ويتم انتقاد ألمانيا دائما بشكل مبالغ به من قبل دول البلقان يتهمون ألمانيا بأنها يجب أن تفعل المزيد وأنها لا تفعل شيء لأجل أوكرانيا وهذا الأمر يغضب المستشار حتى تم انتقاد أولاف شولتس لأنه يقوم بمكالمات هاتفية بين الحين والآخر مع الرئيس الروسي وبالنسبة إلى شولتس دافع عن نفسه وقال أن هدف المكالمات هي إخبار الطرف الآخر بأنه لا أوكرانيا ولا حلفائها الذين على رئيسهم ألمانيا يقبلون بسلام مفروض والمقصود هنا هو السلام بشروط روسية من ناحية أخرى تحدث شولتس عن خطة كبيرة ستقوم بها إسبانيا لتسليم الأوكران دبابات ألمانيا من نوع ليوباد كان هذا أهم ما جاء بكلام أولاف شولتس الذي نقلته لكم كي تعرفون بعمق وجهة نظر ألماني تجاه الصراع بأوكرانيا وموقفها الدولي من هذا الأمر الموضوع الآخر أصدقائي وحدث غريب من نوعه حصل في ألمانيا في شمال ولاية هسن في مدينة شفال مشتات تم العثور على شخصين مقتولين حسب إعلان الشرطة وحصل القتل نتيجة إطلاق نار بداخل متجر ألدي بالعادة لا تحصل هكذا أمور بالسوبر ماركت مثل ألدي وليدل ولكن للأسف الشديد هذه المرة يقول المصدر أنه هناك رجل عمره 58 عام قام بقتل امرأة تبلغ من العمر 53 عام وبعدها أطلق النار على نفسه والعلاقة بين الرجل والمرأة حتى هذه اللحظة غير معروفة يعني هل هم عائلة أم هل هم أصدقاء هل هم مهاجرين أم هم ألمان الموضوع حتى الآن لم يتم نشر تفاصيل بخصوصة والآن تقوم الشرطة الفدرالية بتفتيش منزل الرجل لأجل الوصول إلى خيوط أكثر لتفكيك الجريمة التي لا يعرف عنها شيء بالوقت الحالي وبنفس الوقت تعتقد الشرطة أنه لا يوجد حتى الآن اعتقاد بأنه هناك طلاف ثالث ولا يوجد أيضا خطر على السكام بالمدينة الناس بطبيعة الحال لما سمعوا بإطلاق النار بمتجر ألدي بالساعة الواحدة ظهرا هربوا من متجر ليدل وتركوا عربات التسوق شبه ممتلئة والآن المتجر مغلق وتطوق الشرطة من كل مكان وحول مواقف السيارات يوجد تجمعات كبيرة لشباب فضولين يريدون أن يعرفون ماذا يحصل وكان هذا حسب ما نقلته صحيفة هندس بلات الموضوع الآخر أصدقائي اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايابوك إلى إلغاء جدوى أعمالها ومواعيدها التي تنوي بها زيارة باكستان وتركيا واليونان وبعض الدول بالشرق الأوسط نتيجة فحص كوروني إيجابي عملته بدولة باكستان والمتحدد باسم الخارجية يقول أن أنالينا بايابوك بفترة الغداء بباكستان شعرت بأنها فاقدة للشم والذوق وبعائلتها كان هناك بضعة حالات إيجابية بكوروني وكان الهدف من زيارة باكستان هو التحدث عن الوضع بأفغانستان الدولة المجاورة ولكن من المستحيل أن تسير الأمور بدون لمسات خضراء التي تمثل حزب الخضر الذي أتت منه الوزيرة أنالينا بايابوك فقد قامت بباكستان بلقاء وزيرة الخارجية الباكستانية اللي هي بلاوال بوتو وزرعت معها شجرة صنوبر لإرسال إشارة للعالم يعني التركيز على موضوع حماية المناخ والتسجير والخضار الموضوع الآخر أصدقائي حصلت حادثة خطيرة تتكرر كثيرا بألمانيا تحديدا بالسنين الأخيرة وهي هجوم الكلاب على الناس نحن نتكرم عن الكلاب التي يربيها الناس تهجم على البشر هذه المرة في مدينة هامبورغ هاجم كلب شرس من نوع بيتبول طفلة عمرها عامين ووقت الهجوم حصل اليوم والاثنين الماضي المصادف لبثينكس مونتاغ ونتيجة الهجوم عظة خطيرة بمنطقة الرأس ويعني أصيبت الطفلة بسببها بجروح خطيرة نقلت على أثرها للمشفى حتى الآن حالة الطفلة مستقرة ولكنها يعني بعد أن أجروا لها عمليات جراحية خطيرة هي حالتها الآن مستقرة ولكن ستبقى بوجهها آثار نذبات مدى الحياة وبالشقة التي حصل بها الهجوم قامت الجدة ووالد الفتاة أو والد الطفلة بإيقاف هجوم الكلب وتمكنوا من إنقاذ الطفلة باللحظات الأخيرة من الجدير بالذكر فإن الطفلة والكلب يعيشون بنفس الشقة والكلب عائد لأحد أفراد العائلة ولكنه متغيب وهناك فرد آخر بالعائلة يعتني بالكلب هذه المشكلة تحصل بشكل متكرر بالأيام والأشهر الأخيرة وواحد من الأسباب هو أنه الألمان هم أكثر شعوب العالم أو أحد أكثر شعوب العالم اقتناء للكلاب والحيوانات الأليفة يعني تخيله يوجد بألمانيا 20 مليون حيوان أليف وبزمن الكورونا ازداد عدد الحيوانات الأليفة بشكل كبير جدا ومن ضمنها الكلاب ولكن رغم ذلك فيبقى عدد القطاط أكبر بألمانيا بكثير من عدد الكلاب الأليفة بالمنازل الموضوع الآخر هو معلومات وتقريرها منشره معهد روبرد كوخ بخصوص بيانات انتشار مرض جدري القرود بألمانيا وتشير البيانات إلى أنه المرض ينتشر بسرعة كبيرة وقد وصل إلى تسعة ولايات فدرالية وعدد الأشخاص الكلي المصابين بهذا المرض اللي هو جدري القرود بالبلاد وصل إلى ثمانين شخص أحد عشر شخص من ضمن الثمانين تم إدخالهم للمشفى بسبب سوء وتدهور صحتهم وأول شخص بألمانيا أصيب بجدري القرود هو رجل أصلا من البرازيل عمره 26 عام أصيب جسمه ببقع حمراء وتقرحات جلدية وبقي مريض لمدة أسبوعين والآن أطلق صراحة وانتهى حجره الصحي يذكر أن المرض ليس سريع الانتشار مثل كورونا ولا يؤدي إلى أعراض خطيرة تهدد الحياة ولكنه يؤذي كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة ويعتبر انتشار غير قوي كون المصابين بهذا المرض يتم تمييزهم عن طريق البقع الحمراء عكس كورونا الذي نصف إصاباته بدون أعراض ولا يدري حتى من مصاب بالمرض بأنه مصاب ننتقل للموضوع الآخر الموضوع الآخر يتعلق بأسعار المحروقات البنزين والديزل تم تخفيض الضريبة لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات بل لماذا الآن أسعار المحروقات أعلى من قبل فترة تخفيض الضريبة السياسية القديمة بحزب الخضر السيدة كونست اعترضت على زيادة أسعار أو اعترضت على أسعار البنزين والديزل واعترضت على عدم انخفاضها رغم تخفيض ضرائب المحروقات بألمانيا كما تعلمون الديزل 16 سن تم تخفيض ضريبته والبنزين تم تخفيض 24 سن أو 34 سن من ضريبته ودعت السياسية بحزب الخضر إلى البدء بمناقشة أسعار البنزين والديزل وقالت يجب علينا مناقشة إلغاء هذا القرار المتعلق بتخفيض الضريبة ذكرت بأن القرار الذي أصدرته ألمانيا هو فقط يملأ أرصدت وديوب شركات المحروقات وشركات النفط بالمال ويجب العثور على خطة جديدة تمنح الدعم المباشر إلى الناس وتريد السياسية المخضرمة من حزب الخضر أن يتم فرض ضرائب جديدة على أرباح شركات المحروقات لأنهم يلعبون على جراح الناس ويستفيدون من الحرب بأوكرانيا والآن أرباحهم قد ضاعفت بشكل خرافي مقترحها له تأييد من قبل أحزاب وهناك أحزاب أخرى ترفض طبعا حزب الأس فيدي هو أحد الأحزاب المؤيدة لهذا المقترح علما أن الشركات استغلت التخفيض الضريبي أصدقائي وبفترة عمل تخفيض ضريبي الشركات زادت من أسعارها كي تربح أكثر وغطت مقدار التخفيض الضريبي والحل الوحيد أصدقائي حسب رأيه أن يقوم الناس في مقاطعة محطات الوقود لمدة أسبوع ويركبون وسائل النقل كي يلقنون محطات الوقود والشركات درسا لن تنساها أبدا مفاده بدوننا وبدون أموالنا أنتم لا شيء خصوصا وأن القانون الألماني يعني لأسف يتساهل مع الشركات ويعطيها حرية بتحديد الأسعار كون ألمانيا دولة ديمقراطية ويعني دولة اقتصادها اقتصاد حر وليست دولة مثل الصين أو روسيا أو دول العالم الأخرى تجبر الشركات على تسعيرها معينة علما أنه هناك دول أخرى يعني أيضا اقتصادها حر مثل الدنمارك مثل لوكسنبورغ بها أسعار المحروقات ثابت ولا تستطيع الشركات تغييرها بسهولة إلا عندما يحصل شيء كبير يهز أسعار النفط عالميا بهذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة